صباح الخير ولسا مكملين معاكم بقية فقاراتنا النهاردة ونهاركم سعيد إن شاء الله السنة دي بيجي الاحتفال بالثورة الجزائرية بشكل مختلف خالص لأن السنة دي مر 50 سنة على مرور الثورة الجزائرية عشان كده قررت زاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الأسكندرية بتتويج هذه الاحتفالية بدعم موقع خاص بيقرر كل الفيديوهات وكل الصور لأن الثورة الجزائرية حظيت باهتمام مميز جدا من جانب القائمين على توثيق تاريخ مصر الحديث والمعاصر من فريق عمل مشروع زاكرة مصر المعاصرة وطبعا بيأتي حرص المشروع على توثيق تاريخ الثورة الجزائرية ده بينبع من كونها أحد أبرز الثورات أو أحد أسأل أبرز التاريخية في تاريخ الثورات وشكده إحنا معنا النهاردة الأستاذ محمد ركب رئيس وحدة الإشراف والمتابعة ببيت أسناري ومشروع زاكرة مصر برحب حدثك ورحب مصر في البداية عايزين طبعا لما بنتكلم على الثورة الجزائرية عايزين نعرف الأسباب اللي قدت إلى نجاح هذه الثورة هو طبعا من مبدئيا نتكلم الأول عن الثورة الجزائرية يعني من الأسباب عشان اللي قامت عشان الثورة الجزائرية كان في الأول الاحتلال الفرنسي على الجزائر وده اللي كان بدايته من عام 1832 وكانت أول مقاومة شعبية عملت كانت مقاومة من التي أعلنها الأمير عبد القادر الجزائري فده استمرت فترة طويلة لحد ما كديت عليها بسبب ضعف تلك المقاومة أمام الاحتلال الفرنسي وكان بعد كده تولت يعني حضرتك بتقول أن الحركة الثورية بدأت في الأول علشان تقاوم الاحتلال الفرنسي ولكن علشان كانت الحركة أو المقد الثوري ده ما كانش فيه أي دعم لي فاختفى بالزبط بالزبط لعد ما ظهرت بداية الثورة الحقيقية سنة 1954 فظهرت ساعتها وقفة مصر بجانب الثورة الجزائرية وقفة مع الرئيس جمال عبد النصر الذي ارتبط بالثورة منذ بداية الثورة وهو ارتبط بها الرئيس جمال عبد النصر هو طبعا رئيس جمال عبد النصر كان متبط بكل الثورات العربية فمندرش ننكر دوره في ثورات العربية كلها ولكن أهمية أن يكون فيه دعم لأي مادة ثورية أو لأي حركة ثورية لازم تبقى موجودة صح؟ بالزبط الرئيس جمال عبد النصر دعم تلك الثورة أولا بالسلاح كان في بدايتها اهتم بتصدير السلاح من خلال الأحمد بن بيالا اللي هو جميل من ليبيا علشان يعني ينصك مع الرئيس جمال عبد النصر لتقديم وتوصيل السلاح للمقاومة الجزائرية هناك كان فيه تنصيق يعني أعرف كان فيه تنصيق بالزبط طيب السنة دي بنحتفل على مرور خمسين سنة من الثورة الجزائرية وطبعا بيتم توصيق كل الصور وكل المعلومات عن هذه الثورة من خلال العرض الثقافي متكامل أكيد فيه أصرار لهذه الثورة احنا مش عارفنا أو ما درسناهش في التاريخ هنا عندنا فياريت حضرتك تكلمنا عنها والزبط أصرار الثورة الجزائرية دي بدأ يعني أنا أعمل لها إن شاء الله في بيت السناري أنا أعمل احتفالية يوم بداية من يوم 29 سبتمبر لحد 29 أغسطس أسف لحد 4 أكتوبر دي يعرض فيها من خلالها الجابين معرضين معرض ثورة يعرض الثورة الجزائرية التي من خلال الاحتلال اللي كان موجود في الجزائر والثور للفدائين الجزائريين وفيه معرض مماثل يكون للفنان أمر راسم ودهوة الذي كان يعني بيقاوم بالاحتلال الفرنسي من خلال رسمه من خلال الفنان فهو يعتبر رسام الثورة أو رسام الثورة بالضبط وعمر راسم دهوة نزل عندنا الكاهرة عام 2019 وأظهر إبداعه في الخط العربي وفي لوحاته ده تتمت بالثقافة العربية والإسلامية فهنا أعرض له بعض اللوحات اللي سيكون موجودة عندنا في بيت السناري وفيه جزء آخر هيكون عن حضرتك وتبتقولون أنه كان موجود في مصر سنة 1919 ده معناه أنه شهد ثورة ساعة سغلول بالضبط كان شهد هذه الثورة وكان هناك بعض اللوحات التي أضافت للثورة من خلاله يعني اللي هو رسمها وقام بها في تلك الثورة طيب إيه كتير اللي هتقدمه زاكرة زاكرة مصر المعصرة لتتويق هذه الاحتفالية؟ زاكرة مصر المعصرة يعني ما بدأنا بتتكلم من خلال أرشيف رقمي ودوات جايبينه من 1805 من أيام من تولي محمد علي الحكم الحد آخر وزاكرة فعاد الرئيس أنا روسريت دي فطبعا جزء منها كبير جدا بتكلم عن الثورة الجزائرية ومن خلال مجموعة من الأفلام التي وصقت تلك الثورة وطبعا من معظمة أفلام كانت خاصة بالسادة الرئيس جمال عبد الناصر ودوات الذي ظهر في تلك الفترة من خلال زياراته للأنبياء للجزائر ومن خلال زيارات الفادئيين ومن خلال زيارات الجيش التحيير للجزائرية مع ظهر مصر كل الأفلام دي موصقة عندنا موجودة مزانية على الويب سايد بتاع زاكرة مصر المعصرة هل هي دي المواد الندرة اللي أنتو حرستوه أن تظهروها في العمل الثقافي ده؟ بالضبط دي المواد الندرة اللي هي يعني الويب سايد اللي هنعملينه بتاع زاكرة مصر المعصرة ده جميع مواد التاريخية سواء صور أو فيديوهات أو أفلام وصائقية أو تسجيلات صوتية أو طوابع أو البريد السكة الحديدية تاريخ السكة الحديد جميع المراحل التاريخية التي مرت بها مصر خلال تلك الفترين هل في بيانة عدد المهتمين مثلا بالثورة الجزائرية أو المتابعين للبيانات الموثقة الخاصة بالجزائر؟ دي مش هنقدر نحن نعمل عليها يعني كنترول على الثورة الجزائرية بالضبط على الويب سايد إحنا ممكن من خلال الويب سايد الرئيس الكامل بنرى نخش عدد المشاهدين وعدد المتابعين لها قد إيه؟ ولكن مش هنقدر نعمل اللي هنطلع مين اللي بيخش بس على الثورة الجزائرية أو مين اللي بيهتم أكثر بالموضوع دوت لأن هناك موضوعات كتير على الزاكرة أين؟ إحنا شايفين معنا على الشاشة يمكن نستاذ المشاهدين برضو شايفين بعض الصور الندرة اللي هتكون موجودة في منقع زاكرة مصر المعصرة اللي بتهتم بتوثيق الثورة الجزائرية يمكن لو حضرتك تقدر تكلمنا شوية عن بعض هذه الصورة دوت أفيش فيلم جميلة بحريد ودية الجميلة أو جميلة جزائرية وديكت إحدى المجاهدين الجزائريين التي شاركت في الصورة طبعا جميلة بحريد كان لها فيلم رائعي إخرج المخرج العالمي يوسف شعين بالضبط بالضبط يعني أنا كمان كنت ملاحظة دي صورة أخرى دي صورة بالضبط السيد الرئيس جمال عبد الناصر في زياراته للجزائر أيها ياريت حضرتك تكلمنا برضو عن ملفات الفيديو يمكن إحنا على مدار التاريخ ومدار الأحداث كلها اللي احنا بنعصرها في كل الدول العربية بيبقى عندنا صور أكثر منها فيديوهات هل عندكم فيديوهات بتوثق الثورة الجزائرية؟ بالضبط بالضبط اللي كنت بتكلم معي على حضرتك اللي هو عندنا مجموعة من الفيديوهات طبعا مش عدالة كبير جدا بس يعني معظمها أفلام تسجيلية تعاملت عن الصورة الجزائرية وفيه مثلا الاحتفال اللي عملته اللي دي صاد الرئيس جمال عبد الناصر عمله جامعة الكاهرة للجزائريين وفيه زيارة الرئيس جمال عبد الناصر الجزائر وفيه بعض الأفلام التي يعني بيتضح لنا من خلالها يعني اللي هي بتوثق تلك الثورة ايه الهدف من انتوا توثقوا الثورة الجزائرية؟ يمكن احنا لما احنا نتكلم دلوقتي في التاريخ عارفين ان العلاقات ما بين الجزائر ومصر كانت علاقات قوية جدا ووضح ان كانت فيه كمان علاقات سياسية وخارجية ما بينهم ولكن في الفترة الاخيرة كان فيه احتقان ما بين البلدين وده مش حاجة احنا مبسوطين بها خالص ولكن قليلا نقول انه موجود فانه يتم توثيق الثورة الجزائرية هل دي بداية ان احنا نتدي نمدي ادينا تاني للدول العربية ولا دي مثلا مدي التسامح ما بيننا وما بين الجزائر لا وده يعني ده ما نتمنى ان الدول العربية كلها ترجع زي الاول يعني تبقى يدي واحدة واذا كنا ساعدنا الجزائر في الثورة الجزائرية فهي الجزائر ساعدتنا اول يعني بداية من النكسة كان الرئيس بومديان زارج الرئيس جمال عبد الناصر واوضح له انه قال له الجزائر بامكانياتها تحت امر مصر وثانيا جي بعد كده برضو ساعة حرب 73 برضو الرئيس بومديان ذهب للاتحاد السوفيتي واشترى لمصر الأسلحة ودفع تامل الأسلحة وصدرها لمصر وبرضو شارك في حرب اكتوبر تقريبا بتلاف جندي وحوالي خمسين دبابة ومئة طائرة فدي برضو مشاركة للجزائر قوية يعني لمصر فإذا كنا احنا عملنا يعني استبقنا للجزائر فالجزائر ردت يعني لنا الكلام برضو كان المخابرات المصرية ساعدتنا كتير جدا من خلال الثورة الجزائرية اللي احنا ناخد الأسلحة يعني كان اشترينا أسلحة من ليبيا وعايزين نوصلها للجزائر فمخابرات المصرية ساعدتنا من خلال تهريب تلك الأسلحة من حدود المغرب وليبيا لتوصلها للجزائر أستاذ محمد رجب رئيس واحدة طلق الشرف والمتابعة ببيت السناري ومشور زاكرة مصر بشكر حضرتك جدا شكرا نتعلم على فصل سريع ونرجع تانين كامير بقيت فقراتنا النهار